نجي إلى إصحاح 17 وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب يحن أخاه وصعد بهم إلى جبل عال منفردين هنا في إعلان خاص ومجد خاص خصص به ثلاثة من تلميذه اللي كانوا بيرافقوه كذا مرة كان بيختار مثلا في بيت يايروس رئيس المجمع أو في بستان جد سماني وهنا بيأخذ ثلاثة تلميذ طبعا ليؤكد وعده بقيامته من المجد حتى يدرك التلميذ حقيقة المسيح الإلهي وجوهر لهوته ومجده الأزلي ثم أحبائي حتى يبين أن تجل المسيح هو إعلان مسبق لملكوت الله اللي يتكلم عنه في آية 28 في الإصحاح اللي قبله إن من القيام ها هنا قوما لا يذقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في مجده أو في ملكوته فإذا اختار ثلاثة قبل القيامة لأنه كانوا حسسين منزعجين لأنه بيحبوا الرب يسوع على فكرة صلب المسيح كل إشي مدرك كل إشي مفهوم بالنسبة لهم ولكن ما زال الفكر الفكر السياسي الاجتماعي الديني بيرجعوا لعصر المكابيين التحرير والاحتلال بيرجعوا للفكرة تحرير الهيكل من الرومان وطبعا تحرير أورشاليم ويبتدئ الملكوت الأرضي ولكن قال يسوع مملكتي ليست من هذا العالم وهذا طبعا مهم جدا لأنه بحسب الشريعة شريعة موسى أي شهادة لازم تكون على الأقل اثنين أو ثلاثة فهنا ثلاثة شهود شهدوا لهذا الحدث وطبعا حياة يسوع معجزات يسوع قيامة يسوع صعود يسوع كله ببين وببرهن حقيقة لهوته أنه فعلا اتأكدوا من وعد بالقيامة وأنه حقيقة اختبروا لهوته ومجده الأزلي وأنه هذا هو الإعلان المسبق لأنه كانوا حزانة وكانوا أصلا ضد فكرة الصلب فإذن هنا إعلان مسبق لملكوت المسيح مكتوب أحبائي وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور فإذن هنا بيتكلم عن يعني تغير أو تحول يعني الكلمة التي تستخدم من اللغة الأصلية في اليوناني هي كلمة اللي هي بتتكلم عن تغير في الشكل الخارجي نور باهر نور صاطع وجهه كالشمس كما وصفه في سفر رؤية الإصحاح الأول يعني في عز في قوتها يعني في عز النهار فإذن من يستطيع أن ينظر إلى الشمس وهنا أحبائي مهم جدا تغيرت وهذه كلمة مهمة جدا هذا التغير مش شيء يعني مخلوق لا هذا الشيء انعكاس من الداخل مجد نوراني مجد السماوي لدرجة أنه صار وجه يلمع أكثر يعني بحسب الأوصاف لوقة أو مرقص أكثر وأبيض من الثلج أو وجهه كالشمس لأنه لا توجد كلمات أرضية لوصف هذا التجلي هذا التغير تغيرت هيئته هذه الكلمة والتحول هون أحبائي يعني دائما بيطلقوا على الدودة في الشرنقة التي تصبح فراشة ولكن هون شيء أعظم بيتكلم أنه هذا نور يعني كان أو لهوت المسيح محتجب بالجسد ولكن هل يستطيع الجسد أن يحد اللهوت طبعا حاشة فالمسيح اللي هو تأمال السماوات والأرض والكواكب من الأزل فهو في كل مكان وزمان وحاضر في كل مكان وزمان وهو موجود في كل وقت أحبائي مش محدود في الزمن ولكن هذا ظهور خاص لبعض من التلاميذ حتى يعني ما ينهاره من فكرة الصلب حتى يشوفوا قبس من هذا المجد الأسنى من هذا المجد المتقلق هذا المجد المتلقلق نحن نستعمل الكلمات باللغة العربية بس اللغة العربية محدودة فلا تحد الله فكيف نستطيع أن نحد الله الغير محدود لهذا السبب حتى في كل الديانات الشرقية نستخدم تعبيرات نستخدم استلاحات نصف فيها الله الله بيسمع هذا يعني أنه عنده دنين مادية الله بيشوف هذا الشمينته عنده عنين لأنه هو غير محدود لما نقول أنه الله جلس على العرش إلى آخر نستخدم الله يعني عنده القوة أو بيضرب أو بيرجع أو كل هذه الإصطلاحات يد الله قدرة الله رجل الله قلب الله كل هذه تعبيرات عن شخص وصفات أو طبيعة الله ولكن كيف نصف اللامحدود بالمحدود وكيف نستطيع أن نصف يعني هذا الإله المالي الكون بشوية طراب موجودين ما يسمى العقل فنحن محدودون واللغة محدودة نحتاج أن نكون في السماء في نفس الجسد حتى نستوعب أو حتى نضرق حتى ولو شيء بسيط نحتاج كل الأبدية حتى نعرف عن الله موسيقى موسيقى